سعدت في الفريق الأول 2014 2013-2014 مع جريدو جريدو كان مقتنع بإمكانياتك وإيه اللي حصل كانت صدفة برضو تانية نصيب بصراحة كنا احنا مع الكابتان علاء ميوب برضو من الناس اللي انا بحبها جدا وبعزها بصراحة كنا معاه مع الكابتان علاء في منتخب الشباب كان كل هدفي ان انا ركز في منتخب الشباب وعمل بطولة كويسة عن منتخب عشان اطلع الفريق الأول كان نفسي ان اطلع الفريق الأول فكنت بطلع كده مع الكابتان محمد يوسف كان ساعتها ماسك 2013 كنت بطلع اللي هو تمرينات وانزل تمرينات وانزل على حسب يعني فجات بقى الفترة بتاعت جريدو دي كنا احنا خلصنا منتخب وطلعنا يعني كان شكلنا وحش او في منتخب خسرنا خسرنا وطلعنا فبعدها بيومين كان ساعتها كابتان محمد الجمعة مدير كورا لقيته بيكلمني كل سنة انت طايبة نجمع نارد عين ملاده كل سنة طايبة أولى وكل عام وانتوا دايما بخير ودايما يفضل واحد من أفضل وأهم المدافعين في مصر وفي العالم العربي الحقيقي شخصية شخصية محترمة جدا صراحة النس اللي عبيرزها جدا فكلمني قال لي هاني بكرة التمرين مع الدرجة الأولى كل بتقوم منتخب يعني هما اخده اللي في الأهل بدم معها كلها اه كنت أنا ورمضان وكريم وناصر كنا احنا مع بعض من زمان يعني أنا ورمضان وكريم وناصر من زمان المهم طلعت عشان كان في تجمع منتخب فالمنتخب كانوا اخذ لعيبة بتاعته فهم كانوا محتاجين يدعموا منتخب الأول فانتو طلعتوا وتكمילו التمرين منتخب الأولومبي ها منتخب النأولومبي كانوا اخذ لعيبة فمحتاجين ناس من ناشئين فقالوا هاتوا فالمهم ايه كان اتمررنا يوم وتاني يوم كان فيه موتش موتش ودي فالموتش شغاله تمام فالشوط التاني فيه حد تصاب يعني مش فاكر كمين فالكابتن ايوب كان ساعدة الكابتن ايوب مع جاريدو فقال لي بتاع فتلعب هاف رايت قالت له اه بعرف ولا ما لعبتهاش في حياتي ولا لعبتهاش خالل قلت له اه بعرف قلت له اه اه تمام علعبها قال لي طيب مش راح واخدني كانت اخر 10 داية تقريب المهم انزلت ماسي الكورة وعايز اعمل كل حاجة وعايز ابين بقى نفسي واظهر نفسي فالمهم كورة كده كان كابتن احمد خيري كان موجود السنة دي فاستلم الكورة فانا جريت وراء في دار المدافعين روحت لعبها لي جت جون اول ماتش فت مبسوط جدا بقى رجعت تاني اتمررنا وبتاع والراجل كان مبسوط من الراجل هزر معايا بس بردو كنت بنزل واطلع فانا لعبنا اربع ماتشوت بصراحة عملت اربع ماتشوت وديين كواس جدا جدا اه كان ماتشوت ودي اه اه هي دي الصدفة ان انا ماتش ودي اعملت ماتشوت كواس جدا وكمان كنت بلعب هاف رايت او مطلعت عشان كان ساعتها بس معايا كان لسه جاي كان لسه جاي بينه فكان هو الباك والراجل كان بيجهز الفرقة الاساسية بقى وبيحط نحنا كده واحد كده اه نكمل الماتش يعني عشان ايه مش عايز لعب الفرقة التسعين دقيق فانزلت برضو هاف رايت بلعب كواس جدا وبرفع وكان ساعتها يعني ناس تقيلة بتلعب جنبي كابتن عماد متعب كابتن عبدالظاهر كان كابتن حسام عشور كان في ناس مرحوش المنتخب في الوقت ده اه فكانوا معانا وناس كبيرة فالحمد لله يعني عم بعد اله بتش في رهبة هاني من كل ده كل الاسماء اللي انت بتقولها متعب وعبدالظاهر وعشور الناس دي ما فيش رهبة هو طبعا في المعاملة هو طبعا في المعاملة يعني لو احنا برا الملعب في رهبة كبيرة جدا طبعا انا يعني الناس دي انا بتفرج عليها في التلفزيون من وانا قد كده دلوقت انا قاعد معاهم وشايفهم وهم وبنتمرب مع بعض بس هما بصراحة يعني البداية معاهم كانت كويسة جدا يعني انا كابتن حسام عشور كمان يعني ده من قرب الناس ليا بصراحة يعني الناس اللي انا بحبها جدا جدا يعني من اول البداية هو حد قاله ان في باكرايت اسم محمد هاني كويس كنت انا لسه طالع فاحنا بنبقى عادين حراك عارف لما ببقى صغير كيف تستنى اي حد يكلمك اه يسلم عليه فراح جيه قاله اه فن الباكرايت اللي فيكو فقالت له انا كده فقال لي ماشا انا حد انا متوسع عليك يعني اه حد مين ما اعرفش اه لغا دلوقتي ما سألتوش اه ما نسيت وضع فقال لي ماشا شد حيلك وبتاعه يعني كنا بتاع خمس قاعدين فقال لنا كده فديكت حاجة بصراحة كابتن عماد متعب بصراحة يعني في التمريني شجعك عملت كورة كويسة حتى وانت صغير ما فتلاقى رهبة يعني كان فيه بره الملعب لما بتنزل الملعب انا الفترة دي كان نفس اثبت نفسي جدا فمركز ان انا اروح التمرينة اثبت كل حاجة واطلع كل حاجة عندي عشان اروح ضميري مرتاح ان انا مقصرتش بس عندك اخوات اهل؟ عندي اختين اختين بنتين؟ اكبر ولا اصبر؟ واحدة اكبر واحدة اصبر انت في النص يعني انت اللي متدلع يعني لا ياريت والله مش بحدش مدلعك لسه ملابرا اشتركوا في القناة